اشتركوا في القناة مكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا نتابع فيما يلي بيان اللجنة الوزرية نتابع اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزرية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وتدرست اللجنة في هذا الاجتماع تطور انتشار الفيروس بعد تسجيل أول حالة إصابة به في بلادنا وبعد أن أصبح هذا الوباء عالميا بحسب ما أعلنتهم نظمة الصحة العالمية مؤخرا واستعرضت اللجنة الإجراءات السريعة التي باشرت المصالح الصحية المختصة فور إبلاغها بالأعراض التي ظهرت على الرعية الأجنبي يوم أمس وبعد إجرائها للتحاليل المطلوبة والتي أكدت إصابة المعني بهذا الفيروس وفي هذا الإطار تقوم مختلف المصالح الصحية بتقصي ظروف قدوم هذا المصاب وحصر كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم في الطائرة وبعد وصوله إلى المقشوط لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتشار الفيروس وعلى إثر ذلك قررت الحكومة في إطار المرحلة الثالية من استراتيجية التصدي لهذا الوباء التي رسمتها تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 اتخاذ جملة من التدابير الوقائية لحماية مواطنين والحفاظ على صحتهم ومن بين التدابير التي سيتم العمل بها فورا 1- خضوع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما يبقون فيها في منازلهم بعيدا عن الاتصال بأي شخص آخر وستضع المصالح الحكومية المعنية الآلية المناسبة لتنفيذ الإجراء 2- تقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها بما يضمن التحكم في مداخل البلاد ومراقبة صحية ناجعة لكل الداخلين 3- إغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من مدارس وجامعات ومعاهدة مدة أسبوع كامل على أن يعاد النظر في هذه الفترة وفق ما يقتضيه تطور الوضع 4- دعوة جميع المواطنين من باب الاحتراز إلى تجنب التجمعات والفعاليات والأحداث التي تكون مناسبة لاجتماع العديد من الأشخاص في حيز واحد 5- وضع رقم أخضر 1155 للربد على استفسارات المواطنين المتعلقة بهذا الوباء ولتمكينهم من الإبلاغ عن أي حالات أو أعراض يشتبهون فيها هذا وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكل التدابير الوقائية المطلوبة فإنها حريصة على طمأنة الجميع على أن مختلف قطاعات الدولة ووسائلها معبئة بما فيه الكفاية لمواجهة أي طارئ وهي ملتزمة كذلك بالإعلان الفوري عن المستجدات المتعلقة بهذا الوباء وقال الله من شره ولتسليط ضدو أكثر نصدف لكم الدكتور موسى والعبداللهي مكلف بمهمة في وزاعة الصحة أهلا بك الدكتور بالبداية هل يمكن أن تقدموا لنا صورة عن الوضعية الحالية منذ تسجيل أول إصابة لأحد الرعاية الأجنائي في بلادنا شكرا جزيلا وتحياتي لكل المواطنين والمشاهدين سمحي لي في البداية نعدل لمحة قصيرة عن بداية هذا الفيروس والمواكبات التي قامت بها الإجراءات التي قامت بها الدولة الموريتانية للمواكبات هذا الفيروس كورونا المتجدد بدأ في إقليم من جمهورية الصين في 14 ديسمبر دميلزنا وعندما بدأ كان مستواه مثلا محلي لمستوى الصين ولكن بما أنه لاحظ العالم بأنه عنده سرعة انتشار وفيروس جديد بدأت الدول بما فيها الدولة الموريتانية تحت تعليمات بخامة رئيس الجمهورية في البداية بمواكبة تطورات الأحداث ولين يوم مرة يوم استجد بأنه فيروس جديد وبأنه سرعة انتشار وكثيرة بادرت وزارة الصحة في البداية بالتأهو التأهو كان في مجال أولا عدل التقييم للمشيئات الصحية الموجودة للتراب الوطني وشنيها الإجراءات اللازمة لعله لقدر الله يعقب الفيروس يطور ومن هذه الإجراءات اللي قامت في وزارة الصحة هو تكوين قيام مركز تجيز مركز المركز تجيز مواكبة هذا هذا في البداية في البداية ومن البداية قامت في وزارة الصحة بإجراءة لجنة فنية عالية وهي اللي واكبت تطورات من بداية ونهاية مواطنين تجد رشوه بأن معالي وزارة الصحة قامت بمواكبة لتطورات إجراءات الفيروس من مراحل ومراحل وزارة الصحة واكبة هذا الحدد بما فيه من أهمية تحت برشادات النيرة لفخامة رئيس الجمهورية ومن هذه المواكبة من معالي وزارة الصحة معالي وزارة الصحة تقريبا كان يوميا مواصل بيدي الحكومة الموريتانية كانت يوميا يعطيها لخط الأخبار عن ذا الخالق وشنهي جراءاته من ناحية الوطنية وياك التقييم التجيزات على مستوى المطلوب ومن هذه التجيزات في المطار هذه الكاميرا الترميكو وهذا النوع من الفيروسات تجيزات ومورو كاملة مرتبطة بتوجهات منظمة الصحة العالمية وتلاحظوا بأن في البداية كان الفيروس تقريبا محلي كان في الصين وفي بعض الدول لكن لأونز مارس للوزر التيام الأربعة هو اللي قلنت منظمة الصحة العالمية بالنعاد مستوى نعاد بانديميك بانديميك يعني نعاد ناس ياسر من الناس وأيضا ما سياسر من المناطق في نفس الوقت بالتالي اخترت نقول بأن الدولة الموريتانية واقبة تاليزراءات وكانت بيانات مستمرة من مزارة الصحة هيك ما تخلق الشعال وكانت هم واقبة فنية أيضا على مستوى المطارات وعلى مستوى مناطق العقب والوضعية الحالة بالنسبة للوضعية الحالية فيه أجنبي شخص مقيم التراب الوطني كان وسافر لدوز من الكاتورز لكاتورز فيفريا مشي لدولة أوروبية مجاورة وعطا فيها سبوع تقريبا لدمن تيام وعدل الترانزيت من دولة أوروبية أخرى وقاست دولة أول ساكن فيها وإليه جاء الدولة وساكن فيها جاء تقريبا من الفين تروا فيفريا إلى نلوي مارس وراء فترة إقامته جاء وظرهم قدوا أصدقاء عنده وكانوا موجودين في بعض الدول اللي فيها الوباء وكانوا معاه لكات ألسينك لكات ألسينك جاءوا في زيارة المهم أنه ارتبط بهم حتى كان معاهم هل تم حجز هذا والأشخاص الذين كان معاهم لا الأشخاص في دولته محده في دولته لما وصل الموريطاني جاء عن طريق دولة أيضا مجاورة ودخل تراب الوطني لكن بزارة الصحة الدولة الموريطانية جاء تجهيزات موجودة على مستوى المطارات ومناطق العبور وتصدأت له وقامت بجراءات لازمة وقبضت عندنا عقب نشرح لكم الطريقة الطرق اللي بتفصيل ولكن بالنسبة له قبضت المعلومات الضرورية وعدت له الفحص فيكين كاميرا ترميك فيه فحص مثلا قياس درجة الحرارة عند دخول أي حد داخل التراب الوطني عند دخوله كان درجة الحرارة عادية ولكن عنده عراض هو المعروف على أنه بعد شر يوم ولكن عنده عراض تنفسية كان الشخص ولكن مع هذا كامل الجاه الطاغمص الصحي وقبض من المعلومات اللازمة وعطاه لي رشادات ضرورية وكان تحت الرقابة نهاره الله تنين عقب ذلك أعلم بأن واحد النصدقاء اللي كانوا معاه جاءه في وطن ولما كان في دولته بأنه أصاب بكورونا من خلعه هو مليب لكن إن شاء الله من نهاره مقد بدأت فيه بداية الأعراض وكانت تحت رقابة الطاغم الصحي الموريتاني وجاء الطاغم الصحي وقبض العينة وفي نفس الليلة تقريبا ساعة الثامنة والنصف هو اللي ترطيشه معالي الوزير أعلن النتائج رسميا وعلنتها الدولة الموريتانية اختار نقول من هذه الإزراءات اللي قامت بها الدولة الموريتانية هذا فيروس جديد وتشخيصه يطلق بوقت لكن الدولة الموريتانية واكبت بمعنها تحضرت هذا الفيروس من بداية تعلانه يعني هذا الشخص المصاب أجنبي توضيح للموريتاني دارت مثلا الطاقم الإزراءات اللازمة يكون يقضي تشخيص المرض يفشخص عنه هذا بعد من المور قاعد لي أهمية لو كان ما قدوا عن شخصوان لكان يقضي يجينا ولا أنا عارفو قاعد كانوا في كوفيد لكن الدولة الموريتانية واكبت هذا الحدد من بدايته إلينا اكتشف طيبة ما هي الجهود التي يقوم بها القطاع الصحة فيما يتعلق بالوقاية والتحسيس من هذا الوباء الجهود كثيفة اللي يقوم بها وزارة الصحة فيها شي أولا قمنا بتحسيس طواقم الصحية كاملة من بداية انتشار الفيروس سابقا لك ما هو هذا الحال اللي خلقت من البداية وكونت الطواقم وإهبت للتصدي لهذا النوع من لهذا الفيروس أولا ذانيا مناطق العبور الآن وسابق هذا قامت تخطط الدولة الموريتانية كوميتا انتر منستريال داروا نخاط عبور معروفة حد كامل يدخل الطراب الوطني بكل ولاية فيه نقضة عبور واحدة وكل نقضة عبور فيها طاقم صحي يعني لم يتم إغلاقها نهائيا لا 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 فيه نطاق عبور ولكن فيه طاقم صحي ممتاز وعنده الجهزة اللازمة وعنده التقنيات اللازمة لكنه يتصدى ليه حالة مشتبه فيها والله حالة إصابة ويقبضها وتعد تنقبض عن شرج النقاط الصحية المؤهلة لهذا طيب على مستوى وزارة الصحة ما هي الإجراءات المتخذة لمراقبة مختلف هذه المناطق؟ بجراءات فيها طاقم صحية على مستوى مناطق العبور موجودة هناك أدوية؟ فيها أدوية وفيها طاقم صحي لما نقول طاقم مكتمل معناك أنه عنده الأدوية وعنده الأجهزة والآلية الضرورية لإكتشاف أي حالة طارية وعندهما يتكفل لأمور لازم يتكفل بأي حالة موجودة ذانيا فيها رقم أخضر دارة وزارة الصحة المواطنين نحسسهم به إلى 1.55 لمفتوح لمدار 24 ساعة والمواطنين يستفسرون وإيضا قمنا بأدت بكو دازة وامور فيها تحسس المواطني بهم فيروس كورونا فيروس يعني البقية منه سهلة ما مدى جاهزية الطواقم الطبية لمواجهة أي طارية؟ الطواقم الطبية الموريتانية جاهزة لمواكبة أي طارية 100% لأن الريسك زرور نكزيست بها ولكن التأهبات الضرورية والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية قامت بها الدولة الموريتانية مواكبة بداية أول حالة ظهرت في دول جمهورية الصين الشعبية إلى الآن وأتت أكلها الدولة كانت على الطلاع؟ كانت على الطلاع وعدلت مدران أن يعود يقدي وشخص عنها هذا من هذا وعدل له شهرين والهلاثة والطباقة مصطحية وأهبت لها شهرين والهلاثة واللجنة الفنية وعدلت من بداية يعني طواقم جاهزة لمواجهة أي طارية؟ الدولة الموريتانية مواكبة حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة تعليماتها كانت مضبوطة من طرف الدولة الموريتانية 100% وهو الودة من أول حالة خلقت مكشفت مباشرة والمريض الآن لا يوجد مشكلة ما هي وضعيته الآن؟ وضعيته بفضعية صحية جيدة مازال متعبع معالجاته لا يوجد مشكلة طيب بما تصحون المواطنين في مثل هذه الظروف أكيد المواطنين أصابهم ذعر شكرا جزيلا أنا نختار نقول للمواطنين رسالة معالي وزير الصحة الدكتور محمد الندر حامد رسالة رئيس الجمهورية خامة رئيس محمد الشيخ القزوان بالفيروسات العالم كان دائما يتعرض للفيروسات بفترات زمن يوم محدد البشرية يتعرض دائما للفيروسات المشكلة المطروحة بأن همشي البقاء الخير من العلاج همشي بهذا الأمور توخي الأمور الضرورية يكنوا ينحد من انتشار هذا المرض ويكنوا تنقطع لشان لترانسميسيون للمرض فسرع وقت ممكن من هذه الأمور أولا يجب أن حد كامل يعتص والله الأمور كامل المرتبطة حد كامل مشاكل تنفسية وضيق في التنفس يتصل مباشرة بالطاغم الصحية الوطنية جاهزة ومتأهبة لاستقباله خلق الأمور ضروري وبسيطة حد لا يعطز ما يعد عنده منديل يعطز فيه المنديل يعمل الله تقريبا مرة واحدة وليل يعد لا يزرق عنه يديره بوبال والله شي ويعمل مرة واحدة ثانيا قصر ليديم بالدوام أنا النصيحة التي تتوصي بها منظمة الصحة العالمية المواطنين كاملين ودول أمور ثاني هو قصر يديم دائما بالصابون قصر مضبوطة بالصابون هذا من الأمور التي تحد منه عشان الترانسميسون ثانيا في محالية الصحية قصر يديم بالصابون هو تقريبا همشي والله حد لا يعطز يدير مثلا ما عنده منديل توصي منظمة الصحة العالمية بأنه يقد يعتز بهكذا يكن يحد من تفشي لالفرزات التي تمشي فيها العطاس فترة مني نعود المريض معناها الشخصي عطاس هذه من الأمور المهمة والضرورية التي يجب أن يطلب من المواطنين بأنهم يساعد ووزار الصحة يعني استخدام صابون واستخدام المناديل وأولا وثانيا أي حالة كامل نقص بالتنفس والله نقص شوش والله حد شاف حالة كاملة طريقة مرتد قد يشتبه بها والله شي يبلغ عنها الطواقم الصحية ووزارة الصحة طواقم الصحية لأنه هناك توصيات من وزارة الصحة تجاه المواطنين على هذه توصيات من خطوة المواطنين هذا أمر عادي ما هو ممنين بالقدر غير هذا أمر ما هو مشكلة لو بها كانت لا تخلق دائما تقريبا ما فيه دولة ما تجبر مثلا تمر بها وباء هذا أمر مثلا عادي بالتالي المهم بأن ما يعد هم خوف لا يعد هم بيلي يعني طمأنة المواطنين وهمش في هذه الحالة بأن يعود الوقاية دائما خير من الإله الوقاية خير من الإله طيب طيب أشكرك جزيلا شكر الدكتور موسى والعبداللهي مكلف بمهمها بوزارة الصحة وتضيفا على برنامج تحت الضوء شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في أمن الله